السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم الى كلام طيب واطيب الكلام دوما هو كلام الله رب العالمين وما زلنا ننظر ونتأمل ونتدبر في معاني كتاب الله تعالى حسب التنزيل كنا قد توقفنا عند سورة صاد والتي في اسباب نزولها ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان في البدايات الاولى في مكة المكرمة يعاني من تعب شديد فكفار قريش يستكثرون عليه ان يكون نبيا كيف تكون نبي وانت مجرد راعي للغنم وانت امي لا تحمل معك لا شهادة علمية ولا عندك حكمة ولا فلسفة كيف تصير نبيا موجها ونسوا بان الله تعالى استفاه واختاره وجعل له معلما هو امين الوحي جبرائيل وعليه السلام فالقى على مسامع كفار قريش ربنا سبحانه وتعالى سورة صاد يدافع من خلالها على نبيه وصفيه شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر له قصص الانبياء انبياء جمعوا بين الملك والنبوة كسيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام وانبياء كانوا اغنياء فصاروا فقراء وصاروا مبتلين ثم ربنا عز وجل اعاد لهم العز مرة ثانية كسيدنا ايوب عليه السلام ثم ذكر له ابراهيم واسحاق ويعقوب وغيرهم من المصطفين الاخيار الى ان وصل الى اسماعيل واليسع وذلكفل وصلنا الى هذا المقام ايها الاحب الكرام الان ننتقل الى مقام اخر بعد ان سرد الله تعالى قصص الانبياء وقصص المرسلين وصراعهم مع اقوامهم وصراعهم بين الحق والباطل وما بين الايمان والضلال والعياد بالله سينتقل بناء المشهد القرآني الى عالم الدار الاخرة هذا منهج القرآن وكأنها كاميرا متنقلة تنتقل من الماضي الصحيق الى المستقبل البعيد تنتقل وكأن القيام قد قامت وان الناس قد خرجوا من قبورهم وان الناس تركوا كل متاعهم في الدنيا وصاروا بين يدي الله يحدث القرآن الكريم ان الناس فوجين عظيمين كل هؤلاء الناس بالملايير عبر التاريخ من ادم الى قيام الساعة هم في الختام فريقين هناك فريق من اهل اليمين وهناك فريق من اهل الشمال فماذا يقول ربنا عز وجل في هذا السياق يقول في سورة صاد بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف اتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين نكتفي بدل قدر من كلام الله عز وجل مقطع سيف ينقلنا الى مقطع اخر هنا ربنا عز وجل بعد ان سرد قصص الانبياء والمرسلين على مسامع كفار قريش وذكر لهم ذلك السراع الابدي بين الخير والشر بين الحق والباطل بين الهدى والضلال اخبرنا ربنا عز وجل ان الحياة الدنيا قصيرة قصيرة جدا وسرعان ما سوف تنتهي اسأل الابوات اسأل العائلة والاحباب والمقربين ممن صبقون بالايمان والتحقوا من دار الفناء الى دار البقاء اسألهم ماذا عن حقيقة الدنيا يقول لك مرت بسرعة مرت كلمح البصر القرآن الكريم حينما يتحدث عن الحاضر والماضي والمستقبل ليس معنى انه يقفز عبر الزمن كلا الله تعالى هو خالق الزمان وخالق المكان لهذا لا يحتويه لا زمان ولا مكان ربنا يرى الحاضر ويرى الماضي ويرى المستقبل البعيد الصحيق بعين واحدة برؤية واحدة سبحانه انه الاله مقام الالوهية ليس كمقام البشر نحن كبشر مهما تقوينا ومهما تعلمنا يحكمنا الزمان والمكان ما نحن إلا زمن زمن فيه ماضي وحاضر ومستقبل له بداية وله نهاية سريعة وسوف نختفي الحياة كلها مثل فصل الربيع سرعان ما سوف تنتهي ويأتي الخريف لكن الله تعالى يعيش في الأبدية أول قبل الوجود آخر بعد الخلود متلق عن الحدود انظروا إلى المنهج الرباني هنئا لنا هنئا لنا بأن لنا رب اسمه الرب الربوبية معناها التربية والتنشئة الصالحة أن الله تعالى يريد بنا خيرا رغم المشاكل رغم الهموم رغم الصعاب رغم العرقيل رغم الابتلاءات رغم الأمراض رغم الظلم رغم الجور رغم القهر رغم كل شيء ربنا يريد بنا خيرا فيذكرنا أيها المؤمنون الصادقون استبشروا خيرا إنها حياة سرعان ما سوف تزول وتجد أنفسكم في الدار الأخيرة ماذا هناك؟ قال ربنا هذا ذكر هكذا يقول هذا ذكر يعني تذكروا يا عباد الله الكلام الذي سوف أقول لكم أيها الأحباب كلكم تعرفونه أنا أقطع جزما بأنكم جميعا تعرفونه فما الدعي لقوله إنه من باب التذكرة وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فقال ربنا عز وجل في هذا المقطع من سورة صاد هذا الذكر يعني أيها المؤمنون لابد أن يذكر بعضكم بعضا مجالس الذكر اللي بغى الرحمة واللي بغى النجاح واللي بغى الفلاح يقلب على مجالس الذكر وهي كثيرة والحمد لله في كل مكان في مغربنا العزيز الحمد لله عندنا مساجد ممتدة في كل مكان وعندنا علماء جلاء وعندنا وعاد وعندنا مرشدين في المجالس في المساجد دائما بين المغرب والعشاء ما يسمى بين العشاءين هناك جلسات في كل المساجد ببلادنا فيها دروس وعبر وفيها الأقل مرتين في الأسبوع والنساء عندهم يوم السبت يكون دائما بعد الثانية زوالا فمجالس الذكر فيها خير لابد أن نحرص عليها لأنها الزاد تقوّن لا نحتاج بعدها إلى من يأخذ بأيدينا ولا لمن يوجهنا ويرشدنا إذا كنا نحرص على البحث عن مجالس الذكر هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ربنا يبشرون تأكيد وإن هذا التأكيد المتقين كل من اتقى ربه من هو المتقي هو الذي يعمل بالتنزيل ويستعد ليوم الرحيل ويقنع بالقليل ويخاف من الجليل إذا كنت تريد أن تعرف هل أنت من المتقين أم لا وضع لنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه المعايير من علامات المتقين عندهم الخوف من الجليل هل تخاف من الله إذا كنت بينك وبين نفسك تقول الله ناظر إلي الله مطلع علي أخاف أن أمد يدي إلى الحرام أخاف أن تمتد دعيني إلى الحرام وإذا وقع سرعان ما أندم وأتوب وأستغفر هذا خوف من الجليل والعمل بالتنزيل دائما تسأل في أي مسألة عرضت لك تقول ماذا قال الله ماذا قال رسول الله هذا العمل بالتنزيل ليس كمن يريد أن يضرب بالشريعة عرض الحائط ويقول باسم الحداثة وباسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان وباسم حرية الفرضية نغير هذه الشريعة الصماء العمياء التي كانت أيام زمان صالحة لكنها غير صالحة لزماننا هذا كلام خطير هذا يتناقض مع التقوى فالتقوى أن تقول الرضا بالتنزيل العمل بالتنزيل دائما كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتويه زمان ولا مكان هو فوق الزمان والمكان صالح لكل زمان ولكل مكان موافق لكل الأعصر والأقوام بعضهم قد يتشدق بأن الحداثة والمعاصرة والديمقراطية وغيرهم المفاهيم الواردة من العالم الغربي لها بريق خادع به يريد أن يتجاوز الشريعة كلا الشريعة والقرآن الكريم والسنة المطهرة هي توابت كالشمس والقمر ممكن أن تزول الشمس ويزول القمر لكن الشريعة الربانية النورانية ستبقى متواصلة فالمتقين هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل إذا كنت تريد أن تكون متقيا ارضى بالقليل المؤمن دائما راضي المؤمن لا تجده يتسخط لا يجعل بركة القليل فيه بركة ولجل كثير فيه بركات كثيرة المؤمن لا تجده يتسخط عن واقعه لا يتسخط عن وضعه عن حاله عن شكله عن أسرته عن مجتمعه عن وطنه راضي الحمد لله الله يجعل بركة وإن شاء الله الخير إلى الأمام دائما متفائل من علامات المتقين أنه مبتسم إذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت من المتقين أم لا انظر إلى نفسك في المرآة على بغتا إن وجدت نفسك مبتسما فأنت من الراضين وإذا وجدت نفسك دائما وجوك مقفهر ودائما قلقا دجرا فأنت غير راضين من علامات المتقين الرضا بالقليل ثم من علاماتهم الاستعداد ليوم الرحيل تجد المؤمن الصالح دائما يقول غدا سوف نلقى الأحبة نلقى محمدا وصحبه إذا جاءت الموت يا مرحبا بها يكفينا شرفا أن في الموت ننتقل من دار الفناء إلى دار البقاء ونرى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرى الصحابة الكرام من الأنصار والمهاجرين ونلتقي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشواداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا واستعد للقاء الله تعالى لذا كان بعض الصالحين من شدة استعدادهم للرحيل تجدوا دائما يحمل سبحة في يده لكي يقول لمن حوله إياكم أن تشغلوا بالي بكلامكم في الدنيا ويسبح لله ويحمل عكاز رغم أن ركبه لازلت سليمة العكاز يضرب به الأرض يقول يا أرض افتحي أبوابك إني قادم ومنهم من يضع عمامة على رأسه والعمامة قطعة كفا ليست عمامة فاخرة من النوع الرفيع بل هي قطعة كفا على رأسه وكأنه يقول يذكر نفسه بلقاء الله هذه من علامة المتقين ما جزاؤهم؟ قال ربنا عز وجل وإن للمتقين لحسن مآب المآب يعني المآل اليوم نقضي باش مقسم الله تعالى لكن فقه المآل المآل بعد السنين ما الذي سوف يقع؟ المنكر للبعث لا يفكرون في المآل المنكر للبعث يفكر اللحظة يعيش حرا طليقا يأكل يشرب يتنعم يفعل الحرام يأتي الزنا والفواحش يعيش اللحظة متعة لكنه إذا فكر في المآل في المآب بعد الموت ماذا هناك؟ يقول لك أصمت لا تذكرني بالمآل أنا يكفيني اللحظة لكن ربنا عز وجل يقول إن الزمن يصير الفلك يدور والسويع بالدالة وإن للمتقين لا حسن مآب مآلهم طيب حسن ما هو مآبهم؟ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الله الله كل الهم الذي في الدنيا سوف ينقضي ليعنده أزمة مالية ليعنده أزمة سكن ليعنده أزمة علاج ليعنده أزمة توظيف ليعنده أزمة في المحكمة في الطلاق أو في الزواج أو في الحضانة أو في النفقة ليعنده شيكات بدون رصيد ليعنده أي هم من الهموم كل هذا سوف ينتهي في لحظة حينما تطأ بقدمك باب الجنة لك مدى جنات عدن يعني جنات عدن هي في مقام رفيع كلها بالورود والأزهار والنخيل والثمور أنها مغطات أن الشمس لا تكاد تصل إلى إليها حارة إلا لطيفة جميلة مهذبة جنات عدن مفتحة له الأبواب الله ربنا يفتح الأبواب على مصرعيها الجنة أيها الأحباب الكرام تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها تقول يا رب أقم الساعة يا رب أقم الساعة إن عبادك المتقين هم هم زواري وهم ملاك أرضي أسرع يا ربنا بهم أسرع بالساعة واجعلهم يأتون إلي مفتحة الأبواب يعني كأنها فتح يديها للعناق مفتحة لهم الأبواب أبواب الجنة ثمانية وكل باب كما بين السماء والأرض متكئين فيها يدعون فيها بثاكهة كثيرة وشراب يعني ربنا عز وجل في الجنة ما في تعب ما في شغل انتهى الشغل انتفى النصب انتفى الألم في الجنة هناك أرائك أرائك تتكئ فوقها بحل ما كيش مالك ورئيس ومرؤوس الكل سواسية بل أكثر من هذا كلما زاد الأجر والثواب وجد الصبر على البلاء زاد المقام متكئين فيها يدعون بها بثاكهة كثيرة وشراب طعام دلهم أكثر طعام أهل الجنة فاكهة فاكهة عظيمة رمان وموز ونخل وفاكهة متنوعة أشكال وألوان وشراب حتى الشراب الشراب أنهار من ماء غير آسن الماء ينزل من غير نبع وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن طازج من غير درع وأنهار من خمر لدد الشاربين من غير قارورة الخمر ينزل وأنهار من عسل مصفى من غير نحل يأتي أنهار من العسل خير كثير هذا شرابه أهل الجنة فاكهة كثيرة وشراب تصور معي أن تجارس على الأريكة وعندك موائد من الفواكه أشكال وألوان ذكر ربنا بعضها ذكر الرمان ذكر التين ذكر غيرها ولكنه أجمل من ذلك وشراب حتى الخمر المحرم في الدنيا ربنا يجعلها طيبة في الآخرة لكن خمر غير خبيتة ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون خمر معتق حلال بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرة الطرف أتراب الله فوق كل هذا زوجات صالحات هذا معنى قاصرة الطرف أن كل واحد من المؤمنين يزوجه الله تعالى ما يشاء من الحور العين جاء في بعض الرواية الحديثية أن الرجل تزوج الثمانين امرأة في اليوم فقال أحدهم يا ربنا أن لنا قوة ثمانين امرأة في اليوم فقال إن الشراب والطعام للأهل جنة يعطي قوة زائدة للرجل فيتزوج في اليوم الواحد ثمانين من النساء والمرأة كل صباح تصير بكرا من جديد وكأنها تبدأ حياة جديدة لكن نساء أهل الجنة ليس كنساء الدنيا ففيهم صفات كثيرة سندكرها إن شاء الله بتفصيل هنا القرآن الكريم يركز وعندهم قاصرة الطرف أن الزوجات الصالحة في الدنيا لا تنظر إلى غيرك هنا في الدنيا يا من أسمع أزواج يشتكون في المحكامة هتلقى نصر الطلق كثيرة من أسبابها الخيانة الزوجية رجل يقول اكتشفت زوجتي عندها كونت في الفيسبوك وكتتكلم مع رجال ودير صورة وهمية بأنها شابة صغيرة 18 سنة وكتدير خيانة منهم من يقول عترت على هاتفها النقال وجدت عندها صور غرامية ورسائل عاطفية مع أشخاص متعددين الخيانة الزوجية صارت موضة في عصرنا هذا خصوصا ما يسمى بالخيانة الإلكترونية وهناك عدد كابين الأزواج مخبطين بلا عدد مخبطين بسبب هذه الخيانة وكتأيام زمان موجودة الخيانة وقعت لزوجة نوح عليه السلام وزوجة نوط عليه السلام وتقع إلى قيام الساعة لكن نساء أهل الجنة ما فيهمش ولو ذرت خيانة حتى النظرة ما فيهمش وعندهم قاصرة الطرف يعني أن عينهن قاصرة على الزوج فقط لا تنظر إلى غيره من الرجال ولو أعجبهن حسنهم قاصرة الطرف أتراب يعني في سنين واحدة أتراب يعني النساء كلهم كما ذكر الحديث نبوي الشريف في السنة 17-18 سنة هذا هو العمر للنساء للأهل الجنة لا يكبرون مع مرور الزمن يزددن شبابا النساء في الدنيا مع مرور الزمن يزددن هرما وشيبا وضعفا لكن نساء الجنة مع مرور الزمن يزددن شبابا أتراب معنهن في سنين واحدة وعندهن قاصرة طرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ربنا يقول هذا وعد هذا وعد من عند الله ليوم الحساب متى سوف يأتي يوم الحساب غدا إذا مت ابن آدم قامت قيامته الإنسان إذا مت كم يقضي في القبر قد يقضي في القبر مئات سنين لكنه في الأصل لا يقضي إلى ليلة واحدة فقط أصعب ليلة عند الميت ليلة وفاته فقط كشار بأنه انتقل من دار إلى دار من عالم إلى عالم لكن بعد ذلك يتوقف الزمن الزمن يتوقف بالنسبة إليه ستوب فتأتي يوم القيامة والحساب فيظن أنه بالأمس بالبارحة انتقل من داره إلى القبر لا يقل ملايين السنين فهو قريب فمن مات قامت قيامته هكذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مت ابن العبد قامت قيامته هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ الله رزق الله ما عنده من نفاذ البشر مهما وضع رزقا قد ينفذ الناس يشتكون أزمات اقتصادية ندرة في المنتوج قلة في الفلاحة ما فيش أمطار ما فيش زراعة ما فيش كلا ما فيش كلا الناس يشتكون ويدخرون ويضعون مخططات خماسية وسباعية من أجل الجمع المحصول وادخاره ثم استهلاكه ثم إعداد استثماره من جديد الناس متعبين بالرزق لكن في الآخرة انتهى ما في تعب للرزق لأن خير ترى مولانا كثيرا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل شيء لا ينفذ أبدا من أجل الأكيق مخلوعين مع الصراع الأمريكي الإيراني والجدال القائم بين الدولتين يخافون أن تنشب حرب عالمية ثالثة وإذا نشأت أول من سوف يضرب هو الطاقة البترولية وبالتالي ستنفذ هذه الطاقة ويتوقفت توقفت حركة المرور وبالتالي سوف يغلى كل شيء المنتجات والخضروات واللحوم والخدمات كل شيء سوف يغلى الناس يخافون من نفاذ الطاقة البترولية ويبحثون عن البديل الطاقة الشمسية طاقة كهرومة ناتسية أو غيرها لكن ربنا عز وجل قل لنا كما في الدنيا في بدائل الآخرة ما فيش بدائل الآخرة فيها كل شيء هذا رزقنا هذا لا رزقنا بالتأكيد لا رزقنا ما له من نفاذ ما عند الله لا ينفذ وما عندكم ينفذ ما عندكم مدة صلاحية قصيرة وينتهي لكن ما عند الله باق بعد أن تتحدث ربنا عز وجل عن هذا المشهد مشهد المتقين في الجنة والنعيم ينتقل كاميرا القرآن تنتقل إلى عالم النار والعياد بالله القوم الآخرين هادوا أهل اليمين الآن يتكلم عن أهل الشمال تكلم عن أهل الإيمان الآن يتكلم عن أهل الباطل والكفر والطغيان فيقول ربنا عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مأه حينما تحدث ربنا عن المتقين ماذا قال قال عن المتقين إن لحسن مأه المتقين لحسن مأه الطاغين لشر مأه والعياد بالله يعني الشر ما عند الطاغين والمشركين والكفار والموحدين والمجياد المخالفين الشر ينتظر في المستقبل اليوم عيش مزيان اليوم عنده حرية عنده قانون يحميه عنده إرادة كاملة يفعل ما يشاء يقول ما يشاء ممكن أنه يخلق قنوات فضائية يسب فيها الدين ممكن ينشئ لوبيات ومن خلالها يضغط على المجلس التشريعية ويغير القوانين ضدا في الشريعة ويفعل ما يشاء وحر لكن كل ذلك وقت وجز سوف ينتهي فيجد نفسه بأنه سيرحل رغم أن الله تعالى يرسل له كل مرة رسل لكي يذكرونه ما هي رسل الله هي الشيب التجاعيد ضعف البصر الهرم المرض إننا نكبر كل يوم نكبر نزد إلى الأمام نقترب من النهاية كل يوم لكن الإنسان لا ينتبه حتى يجي نفسه قد واجه الموت وبعد الموت هناك الحساب وإن للطاغين لا شر مآب جهنم يصلونها فبيس المهاد أعود بالله المتقين ربنا قال لهم جنات عدن لكن الطاغين قال لهم جهنم يصلونها فلا بيس المهاد يصلونها يعني صولية بمعنى أن جلدهم يصلب الجلد يحترق حتى يبقى العظم والعصب أما اللحم والجلد فيحترق ثم ينشأ من جديد صولية جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغصاق يا رب السلام تتكلم على الماء ما تتكلم ربي على الشراب للأهل الجنة قال فواكه فاكهة كثيرة وشراب يعني الشراب هو أهل الجنة هو عصير فواكه طازج من الجنة لكن شراب أهل أهل جهنم والعيد بالله قال فليدوقوه حميم وغصاق يعني الماء حامي ساخن جدا يحرق إذا شربوه يحرق الحلق ويغرق الأمعاء حميم وغصاق يعني بارد بارد متجمد إذا شربته تشعر بغصة في معيدتك والعيد بالله متناقضين الجهنم جمعت بين المتناقضين فليدوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج يعني أشكال أخرى من العداب ربنا ما تكرها هو حتى لا يفزعنا هناك أشياء أخرى هناك الزمهرير هناك الأشياء أخرى غريبة ربنا من رحمته الوسعة لم يذكر هنا وآخر من شكله أزواج ثم يقول كيف أن الناس يدخلون إلى النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار خزنة جهنم يقفون على الباب فيرون أفواج تدخل أفواج من المشركين ومن الملحدين ومن الكافرين ومن المجادلين ومن الذين يطعنون في الدين أفواج كل فوج له رتبة يقول يدخل عليكم الآن المشركون يدخل عليكم الآن الكافرون يدخل عليكم الآن الملحدون المقاتلون أشكال أفواج كل فوج عنده رتبة هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم متى تقول خزنة جهنم يقول لا مرحبا بكم ادخلوها صولية لا مرحبا بكم لا يرحبون بهم في حين أن أهل الجنة تتلقاهم الملائكة يقول ادخلوها بسلام آمنين فيفرشون لهم الأجنحة ويدخلوا فوق أجنحة الملائكة أما هؤلاء فالخزنة للجهنم يقول لهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار بعضهم لبعض الأفواج فوج يلعنوا فوجا كلما دخلت أم ملعت أختها بعضهم يلعنوا بعضا يقولون انتم من يغرتون انتم كانت عندكم قناوات فضائية وكانت عندكم إداعات وعندكم صحف وعندكم ندوات وعندكم مؤتمرات أعطيتنا أفكار خاطئة أفكار تنكر وجود الله أفكار تطعن في الدين أفكار تمس بسمعة المؤمنين فاتبعناكم ها نحن الآن قد حصلنا أن نحن في ورطة الآن فيقول بل أنتم لا مرحبا بكم بعضهم يسبوا بعضا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أنتم السبب أغويتمونا بكلامكم المعسول حتى صرنا فيما وصلنا إليه فبدأ بعضهم يدعو على بعض من السوء قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار يقولون لأئمة دي الكفر ولأئمة دي الفسق ولأئمة دي الشرك ولأئمة دي الإلحاد هما السبب هما المؤثرين هما اللي كتعدم الكلمة والخطباء هؤلاء قال يا ربي زدهم ضعفا العذب وما السبب يدعو عليهم بالسوء والعياد بالله فيقول ربنا وقالوا ما لنا لنا رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار كيف يحتوي على بعض الناس يقولوا ناس ربما ما عندهم قيمة في الحياة الدنيا أنهم أشرار أنهم خبتاء يكونوا في النار فيطلعون فلا يجدونهم فيجدون أنهم صاروا من أهل الجنة كانوا في الأرض مستضعفين وكانوا يسبونهم بأنهم كهنة وصحرة وتجار الدين ومخلوضين وأكلين أموال نسب الباطل يسبونهم وينشون فكر متحلف فكر فكر رديء فكر عفى عنه الزمن يظنونهم أنهم سيكون من أهل النار فلم يجدونهم قال المعلمين ملقوهمش قالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدوهم من الأشرار أتخذناهم سخرية كانوا كيسخروا منهم سخرية ولعبت أم زاقت عنهم الأبصار ملقناهم شدروا لنا إن ذلك لحق تخاصب أهل النار ربنا يصف لنا أهل النار يتخاصمون فيما بينهم يلوب بعضهم بعضا حتى إن إبليسه فيلوموه ويقولهم لا تلوموني لوموا أنفسكم أنتم أردتم إلى أن يقول ربنا عز وجل ينتقل من هذا المشهد كاميرا القرآن تنتقل من نار جهنم وتعود إلى مكة المكرمة حيث مجلس النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع مشرك قريش وحوله الصحابة المستضعفين فيقول قل إنما أنا منذر يا محمد أنت لست إلا منذر أنت ما عندك السلطان عليهم أنت فقط تنذرهم وما من إله إلا الله الوحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العز الغفار القضية الجوهرية التي يركز عليها الدين الإسلامي هي العقيدة هي الإيمان بالله وحده لا شريك له ودونها فيه تيسير لكن العقيدة هي رس المال فالنصيحة التي أصبها نفسي وأحبتي جميعا نخافض على العقيدة هي الأساس لعنده كلمة لا إله إلا الله فاز ورب الكعبة حتى ولو كان مخطئة في الحديث حتى وإن سرق وإن زن عفى الله عما سلف لكن لا إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار الواحد أما غيره من الشركيات بطلة القهار يعني مهيم على كل شي رب السماوات والأرض وما بينهما يملك كل شي نحن لا نملك أي شيء إطلاقا الملك كله لله رب السماوات والأرض وما بينهما كل شيء ملك لله العزيز الغفار انظروا إلى كلمة الرحمة ربنا اسمه العزيز وسمى نفسه الغفار من أجل نحن المدنبين من أجل نحن المخطئين من أجل نحن الغافرين سمى نفسه الغفار كتير المغفرة حتى ولو وقعنا في الزلة حتى ولو أدنبنا حتى ولو أسعنا حتى ولو أكلنا الحرام لكن إذا جئنا إليه نادمين جئنا إليه مستغفرين جئنا إليه منيبين فهو اسمه الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار ثم يقول ربنا يا محمد قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون هذا الذي جئتكم يا كفار قريش نبأ عظيم هذا القرآن لا يخصكم أنتم فقط داخل مكة المكرمة منطقة محدودة هذا النبأ عظيم يخص الإنسانية جمعا في كل زمان وكل مكان عندكم الظن يا كفار قريش الخطاب موجه إليكم فقط أنتم أقوم صغير لكن الخطاب نبأ سوف يمتد من البلاد العربية إلى بلاد العجم إلى أن يعم القارات الخمس سيكون في العالم العربي والأسيوي والأوروبي والهندي والإفريقي والأمريكي في العالم كله بل وسيشمل الإنس والجن الكل سوف يسمع هذا النبأ قل هو نبأ عظيم لكنكم لا تقدروا عظمته أنتم عنه معرضون إذا أردتم أنتم أنتم الخسرون لكن سوف يأتي أقوم أخرون سوف يقبضون عليه بالقوة ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون كل هذا لذكرت لكم الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ذكره لا علم له به سيدنا محمد أمي لا يقرأ لا يكتب ما عنده شيخ ما عنده أستاذ ما عنده صحف وإنما هو وحي من السماء ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إذ يوحى إلي إلا أنماء ندير مبين كل ما في الأمر أنا بشر مثلكم وربنا يعطيني الوحي وأبلغه لكم فمن أراد أن يأخذه فليأخذه ومن رفضه فاللوم والعتاب على نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الفكرة الرئيسية أيها الأحباب الكرام من هذا المقطع الذي ذكرناه هو أن ربنا عز وجل يذكرنا بأن طوق النجاة هي كلمة لا إله إلا الله من أراد أن يكون من الفالحين من الناجحين من المستبشرين من المتقين في جنة عدن من الناجئين من النار أن يقول كلمة لا إله إلا الله لهذا كان الصالحون في كل مجلس يقول قولوا لا إله إلا الله قولوا وتفلحوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جبل عرفة يوم الحج الأكبر كان يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وكي يقول للناس قولوا بالله عليكم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ليقع في خطأ ليقع في ميسيان ليقع في دنب ليقع في زلة ليقع في أي مصيبة من المصائب عفا الله عما سلف ربنا اسمه الغفار لكن قولوا لا إله إلا الله سوف تفلحوا لذا كان المغاربة يعقدون مجلس كثيرة ويتغنون بكلمة لا إله إلا الله يقولون بشوق ويقولون بفرح وكأنهم يضربون بالدفوف ويدخلون إلى عتمة الجنة ويقولون لا إله إلا الله تدخل الفرحة والسرور إلى القلوب قولوا جميعا لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله